في منطقة فولوكدا على بعد 500 كيلومتر من شمال شرقي موسكو تمتد غابات القطبان والصنوبر على امتداد النظر في حين تقطع آلات حديثة أمريكية ونمسوية الصنع الأشجار وتنقلها إلى مصنع مجاور ما نشهده حاليا هو ازدهار المنشآت الخشبية نحن اليوم لاعب أساسي في هذه السوق المباني الشاهقة ترتفع في كل أنحاء العالم وثمت طلب كبير على المنازل الفردية لا شك في أن مستقبل روسيا يقوم على هذه الصناعة وشركة سجاجة الرائدة في مجال الأغرفة الورقية وأنواع مختلفة من خشب البناء أطلقت أخيرا مصنعا هو الأول من نوعه في روسيا لصناعة الخشب المغلف المعروف بـ CLT وهو أحد العناصر الضرورية لتشييد مباني شاهقة من الخشب إنها مصنوعة من الخشب وهو مادة بناء متجددة إن تم استثمار الغابة بشكل صحيح مثل ما رأيتم في موقع الإنتاج اليوم فهذا يعني أنك تقطع أشجارا وتزرع أخرى والغابة تجدد نفسها باستمرار إنه مصدر لا ينضب من دون بصمة كربونية كما نستخدم مواد لاصقة صديقة للبيئة من دون انبعسات غازية ففي وقت باتت الاعتبارات البيئية تحظى باهتمام متزاير من المستثمرين يشكل الخشب وهو مادة للبناء أكثر مراعاة للبيئة من الإسمنت قطاعا واعدا مثل ما نرى يتم قطع الخشب بأسلوب أشبه بالحصاد إنها آلة معقدة نوعا ما تضمن أجهزة استشعار للطول والقطر والإنحناء وغيرها من المقاييس مشغل الآلة يعين شاشة من المقصورة تفيده بكل المعلومات اللازمة كي يقرر أي جزء يجب قطعه ويقع خمس غابات العالم في روسيا ومن شأن تعزيز استغلال هذه الموارد بدفع من السلطات الروسية أن يسمح بالحد من الاتكال المفرط على الهيدروكاربونات المستخدمة لإنتاج المشتقات النفطية والتي لا تزال تشكل نصف الصادرات الروسية من حيث الحجم في حين تبلغ حصة الخشب ومشتقاته نحو 3% فقط ترجمة نانسي قنقر